اشتركوا في القناة حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا القلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذارنا وقروا من بيننا وبيك حجاب فعمل إننا عابلون قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيمون فاستقيموا إليه فاستغفرون وغير للمشركين الذين لا يؤدون السكاتبهم من آخرهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات له نجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقبادها في أربعة أيام سماء للسائل ثم استرى إلى السماء وهي دخان فقال لها ما للأرض ائتياته وعنده كرهام قالنا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين موحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظام ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرهم صاعقا مثل صاعق عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشجل منا قوة أولم يروا أن الله الذي خنقهم هو أشجل منهم قوة وقالوا بآياتنا يجحلون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من حساد لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخر رضي أخزابهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العباء على الهدى فأخذتهم صاعقا العذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر عذاب الله إلى النار فهم يوذعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما قالوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدهم علينا قالوا أن تقن الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن غننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ذلكم الذي ظننتم بربكم أرداد فأسمحكم من الخاسدين فإن يصفوا فالنار مثود لهم وإن يستعدموا فما هم من المعدبين وقيدنا لهم القرآن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قلخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسدين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون فلنريق أن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسرى الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في هذا الخند جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا للذين أولنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أخدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا من الجن الذي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الناطران ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رفوع رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمي الحسن ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه بريد حليم وما يلقاها إلا الذي يصبرون وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجنوا للشمس ولا للقمر فاسجنوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل من نهار فهم لا يسأمون ومن آياته أن قدر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها لما أهدست ضربت إن الذي أحياها لمحيي المودان إنه ألاكم بشيء قدير إن الذين يلحلون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأذي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شجتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفوا بالذكر لما جاءهم وإنه لكذاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديهم لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل المصر من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو لا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفا والذين لا يؤمنون في آمانهم وغر وهو عليهم عمام أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آدينا موسى القذاب فاخلف فيهم ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أجمامها وما تحمل من أنثى لا تدعو إلا بعلم ويوم يناديهم بين شركاء قالوا واذنّاك ما منا من شيء وظل عنهم ما قالوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيش لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن بسه الشر فيروس قلود ولئن ذقناه رحمة من نبي معنى وإن رامست ليقول أن هذا أليم ما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسن فلننبي أن الذين كفروا بما عملوهم ولنريق أنهم من عذاب غليظ وإذا أدعنا على الإنسان أعرض منا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء العريض قل ريد إن كان من عند الله إما كفرهم به إمن أظل ممن هو في شباق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى إذا بيّن لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْبِ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُ فِي مِرْيَدٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيرٍ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ